أما هلأ سلمة منتقل لا محطتنا التالية نحكي عن إنجاز سوري مهم يمكن الإبداع بيبدأ بفكرة سلمة قديش هاي الفكرة فعليا بدي باحث وشغل الطبيعية على أرض الواقع اليوم ضيفتنا بصباحنا غير الباحثة والمهندسة السورية رزان زين اللي حصلت على براءة اختراع من الهند عن فكرتها في تطوير بلاطة إنشائية قادرة على مقاومة الحمولات العالية جدا نور يعني هذا الاختراع لقى أصداء طبعا كبيرة هالإنجاز اللي ممكن يكون حل لسلامة المباني من أي عوامل خطر ومنها كوارث الزلزال وغيرها من الكوارث البيئية رح نتعرف على فكرة الاختراع أكتر وتفاصيل عن مزايا وأهميته ومعنا عبر سكايب خلينا نصبح بالمهندسة السورية رزان الزين وصاحبة براءة الاختراع صباح الخير ومبروك الإنجاز إليك صباح الخير ومبروك وأكيد نحن سعيدين بوجودك وفخورين فيك أكيد خلينا نحكي عن الفكرة كيف إيجيت كيف بلشت أديش فعليا حتجتي من الوقت والبحث فعليا لتوصلي لهيدا الاختراع صباح الخير بداية بالعادة دوما كل فكرة جديدة هي نتيجة احتياج لحل مشكلة معينة بعام 2019 بدأنا أنا ودكتوري بمحاولة إيجاد حل ما مشكلة بتصادفنا عادة بمجال الهندسة الإنشائية بحالة الأبناء المرتفعة أو لما الاحتياج لمجهزات كبيرة نواجه صبابة باختيارنا والبلاطة الإنشائية المناسبة لأن عادة يا أما نغطر نختار بلاطات بتكون سماكتة كبيرة وبالتالي نزمة كبيرة هذا الشيء بأثر على اقتصادية المنشأ أو نلجأ لحلول بديلة عن البلاطات التقليدية كمان بكثير من الأحيان بتكون مكلفة وغير اقتصادية حاولنا نحل هذه المشكلة بالبلاطة المطروحة التي تقدمنا بعام 2021 بطلب الحصول على براءة الاختراع البلاطة هي قادرة على مقاومة حلولات عالية جدا على الرغم من وزن خفيف بالتالي كان تقديم البلاطة هو كنوع من الحل للمشكلة المطروحة طيب مهندسة رزان خلينا نحكي كيف ممكن للبلاطة الانشائية تفاعل مع الزلزال وخاصة أنه النشاط الزلزالي كان على درجة كبيرة خلال الفترة الماضية للأسف فعلا محزن الشيء اللي صار دورنا كمهندسين انشائيين أنه نأمن أمان المنشأ هون بهذه الحالة العناصر المقاومة للزلازل هي العناصر مثلا الإطارات اللي هي عبارة عن أعمدة جوائز والعقد بينهم البلاطة الانشائية بالتحديد هي ما بتقاوم الزلزال إنما هي بتتفاعل مع الزلزال بمعنى أن البلاطة لازم تكون قادرة على الخضوع لتشوهات كبيرة جدا قبل ما تنهار هي خاصية اسم المطاوعة البلاطة تتميطها بدرجة عاية من المطاوعة بمعنى أن هي قادرة على التشوه لدرجة جدا كبيرة قبل ما تنهار هالشيء بيعطي المجال الكافي للإسفتان للإخلاق طبعا في حال فضوث زلازل لا قدر الله التوارس البيئية هي ما تقتصر على الزلازل إنما هي أي شيء بيأثر على توالن البيئة هو ممكن يعاد خطر بيئي فالبلاطة هي صديقة للبيئة بالتالي نحن كل إنسان بدوره قادر على حماية البيئة من مكانه بسبب صداقة البلاطة للبيئة درنا نقول أن البلاطة هي بتأمن نوع من أنواع السلام البيئي خلينا نحكي عن نقطة كتير مهمة زكرتيا أستاذ رزان خلال حديثك يعني همية هاي البلاطة في مجال البناء يعني ذكرت أنه هي منة كتير تقيلة خفيفة بتتفاعل فعليا مع الكوارث صديقة البيئة ونحن بنعرف البناء اليوم والتطور الكبير يعني قديش بيحتاج لمواد وقديش فعليا فيه شغل متعب هون لا بيصير الموضوع يمكن أسلس وأخف مثل ما قلتي بيتفاعل مع المشكلة يعني هاي البلاطة مو فقط ما عم نقول بتقاوم الزلازل بس نوعا ما بيكون نوعا من الحماية في مجال البناء نعم تماما هو هيك فعلا نيزات البلاطة خلينا نقول هي فيها صديقة للبيئة لسببين أو لثلاث أسباب بداية هي وزنة خفيفة بسبب شكل مقطع العرضي وبالتالي كمية البيتونية نحن نستخدمها هي أقل معروف الدراسات أنه انتاج كل طون اسمنت بيمتج طون بس نائك سيد الكربون البيئة اللي هو مؤشر جدا خطير بالتالي نحن لما خففنا سماكة البلاطة خففنا وزنة سهلنا قدرة على الإنشاء أيضا خففنا من تكليفتها هيك من ناحية الأولى من ناحية الثانية المواد المستخدمة بالبلاطة هي مواد صديقة للبيئة أيضا هي مواد ذات تكاليفة عالية هالشي هو حل إنشاء اقتصادي جدا جيد السبب الثالث أنه هي بتحقق ويزة مهمة اللي هي الاستدامة المشكلة الأكاديمي بالشكل عام عم نتجه لتوافر هاي الخاصة بجميع المجالات ليس بس بالهندسة الإنشائية بمعنى أن نحن نكون قادرين على استخدام الموارد المتاحة بأفضل شكل ممكن بدين تأثير على توافرة للأجيال القادمة هاي بشكل عام أما بشكل خاص بمثلة العناصر الإنشائية هي قدرة العناصر الإنشائي على خدمة المنشأ طوال فترة حياته بالإضافة إلى إعادة استخدامه أو إعادة تدوره بسبب شكل مبلاطة بيسمى العناصر المستخدمة فيها أو مواد المستخدمة فيها هي فعلا قادرة على أن نحن نرجع نستخدمها مرة ثانية باستخدامات أخرى أو نرجع نعمل لإعادة تدوير لبعض الأجزاء اللي داخلة فيها فهون هاي الحالة نحن مو بس عم نأمن سلامة إنشائية للمبنى بأنه تدفع على المسلم مع الزلاث لا مثلا كمان عم نأمن حل لمشكلة تلوث البيئة اللي هو عم يصير بجميع الاختصاصات ومعروف أنه للأسف أنه المجال الإنسائي من أكثر المجالات تأثيرا بشكل سيء على البيئة فحاولنا قدر الإمكان إيجاد حدول لهيدون المشكلتين المطروحين بهذه الطريقة طيب بما أنه حضرتك حكيتي عن نقطتين كتير هامين اللي هي الأولى بما يخص أنه تكون البلاطة الإنشائية بتعمل على مبدأ الاستدامة والتاني على مبدأ طبعا الحفاظ على البيئة من إعادة استخدام بعض المواد أو تكريرة فخرينا نحكي أكثر عن المواد التقليدية اللي تستخدم كانت بالبلاطة الإنشائية وشو الشي اللي هلأ حطيته ضمن هاي البلاطة الإنشائية اللي بميزها وبيخليها تحقق هاي الميستين وهل من الممكن هذا الشي يكون متواجد ببلدنا بسوريا ببعض البلدان اللي نحنا عم بنعاني أصلا من نقص بمواد البناء وبالتالي من صعوبة وجود مرونة بإعادة أعمار بكثير من الأماكن هو عادة معروف أن البيتون هو عبارة عن طحف رمل اسمنت وماء حاليا كثير من التجارب اللي صارت على أنه كيفية استبال الرمل بسبب طبعا قلة الموارد الطبيعية المتاحة بمواد أخرى خلينا نقول اللي هي مثلا مثل مخلفات المصانع مخلفات صناعية خطيرة مثلا أيضا بالنسبة لفيه أشياء تانية مستخدمة مثل البلاستيك على سبيل الميسار خلينا نقول اللي هي عناصر غير قابلة للتحلل بالبيئة وهي عناصر جدا خطيرة على البيئة حاليا عم يتم محاولة دمج هاي المواد بالعناصر الانشائية كنوع من إيجاد طريقة نافعة لإستخدام هاي النفاية بالبيئة اللي نحن عملنا أنه بسبب أيضا قلة توافر للحصويات الطبيعية سواء بالهند أو سواء بسوريا أو بالعالم بشكل عام فنحن حاولنا أنه نستخدم نوع من الحصويات اللي هي تعتبر خلينا نقول خفيفة الوزن لكن بنفس الوقت هي ما رح تعمل هدر للموارد الطبيعية اللي هي أراد متاحة لأنه هي بجزء كبير منه هي عبارة عن مخلفات صناعية أيضا في جزء من النفايات اللي نحن حاولنا أنه نلاقي طريقة نستخدم فيها هاي النفايات بالبيتون بحيث أنه هي تأمر خواص إنشائية تزيد من قدرة تحمل البلاطة فهي نحن هون أللنا من استخدام الموارد الطبيعية اللي هي موجودة بنفس الوقت لقينا تصريف نافع للنفايات وأيضا كانت البلاطة خفيفة طيب خلينا نرجع لبراءة الاختراع ونحكي معك أستاذة رزان عن اللحظة اللي نلت في براءة الاختراع يعني السوري دائما مبدع مو فقط في بلده وفي جميع البلدان منعتز ونفتخر بكلف السوريين يعني بتكبروا القلب بتفرحوا القبل خلينا نحكي عن هاي اللحظة تحديدا وبعد نيلك براءة الاختراع شو الخطوات التالية لرزان هي فعلا هاي اللحظة كانت اللحظة اللي حصلنا فيها على نتيجة تعبنا أنا ودكتور يوميشف دكتور دينيكو ماريا اللي هو فعلا كان دعني من اللحظات الأولى وما بخلالي أبدا بنصيحة علمية والدعم والإرشاد نحن كتير تعبنا من الـ 2019 للـ 2021 نحاول نعمل تجارب عملية وأيضا على برامج تحليل إنشائلة حتى نقدر نعرف لحظة اللي عرفنا فيها كانت لحظة فخر وسعادة كبيرة اللي نحن هلأ عم نحاول نعمله إنو عم نحاول نتواصل مع جورنالات علمية لحتى ننشر تفاصيل البحث بشكل رسلي باعتبار أنه أنا حاليا بالسنة الأخيرة بالدكتورة فإن شاء الله رح يكون إصدار تفاصيل كاملة للبحث بتزامن مع دفاعي عن أكتورتي إن شاء الله إن شاء الله طيب رزان خلينا نحكي كمان اليوم حضرتك قلت أنه استبدال بعض المواد بمواد أخف ويمكن أقل تكلفة بنفس الوقت عم نتخلص من النفاعيات ولكن في بعض أحيانا بتكون التساؤلات خلينا نقول الإنشائية أو الهندسية بأنه هل تستطيع هاي المواد أن تحل محل المواد اللي اعتدنا أنه هي من أساسياتها أو من خواصة الصلابة والمتانة مثل البيتون وغيرها من الرمل أو الحصة هل تستطيع مثلا مواد مثل البلاستيك أنه هي تحل محلة ألو معك أنا عم بسمعك حضرتك لساتك معنا عم تسمعينا ايه تمام هلأ عم بسمع أرجع عيد السؤال أعطوا ممكن أي تعديل السؤال عم أقول أنه تم استبدال بعض المواد اللي هي معروفة مثل البيتون والرمل وغيرها اللي هي إلى خواص صلبة ومتينة بالاستخدام وممكن تعيش لها سنوات طويلة بمواد أخف ولكن هل هي تستطيع أن تغني عن هاي الخواص يعني هل يستطيع البلاستيك أن يكون بديل للمواد المتينة والصلبة اللي اعتدنا عليها بالأمور الانشائية هون لازم ننفرق بين مفهومين كثير مهمين اللي هو مفهوم الاستبدال الجزئي والكلي لبعض المواد الموجودة بالبيتون أو بمفهوم الاستعانة خلينا ننذرني فيها بالنسبة للرمل كثير تمت تجارب رمل والحصوبيات طبعا كثير تمت تجارب الاستبدالها جزئيا ببعض الحالات كليا بحالة الاستبدال الجزئي هي عم تسبت نتائج جيدة جدا أنه نحن بالفعل قادرين استبدال نسبة جيدة من الرمل بمواد أخف وزن وهي مخلفات صناعية وحاليا كثير منشاءات بالعالم هي قائمة بالاعتماد على هذه المواد سواء كانت أبنية سكنية أو حتى مجمعات كبيرة أما من ناحية النفايات خلينا نقول اللي عم يصير أنه هو محاولة إضافة هاي النفايات لإضافة خواص معينة للمشاء بمعنى آخر مثلا ممكن استخدام النفايات كنوع من الأليات بهذه الحالة لما البلاطة بتتعرض لحمولات عالية فتتعرض لتشقوقات الأليات في الشكل العام المعروفة أنها تساعد على مقاومة هاي التشقوقات أو تأخير انتشارة بالتالي بتعطي كدرة للبلاطة على مقاومة حمولات أكثر وبتعطيها عمر أكبر فبحالة النفايات ممكن نستخدام أن我們 هيا كأليات قدرة أعلى للبلاطة على مقاومة حمولات عمر أكبر فهون لازم نترى إنه موضوع استبدال العناصر هو شيء وموضوع استخدام النفايات هو بندرج تحت إطار تانية اللي هو إدخال النفايات ضمن المواد الإنشائية وليس استبدال أكيد نحن سعيدين وفخورين فيك إستاذي رزان اليوم بنعرف رح يتم تكريمك بالسفارة السورية في الهند خلينا نحكي عن هذا التكريم وقديش بيعني لك والله أنا فعلا من قلبي بتوجه بالشكر للسفارة السورية بالهند ومثلة بساعة السفير والاتحاد الطلبة والدكتور سامر رئيس اتحاد الطلبة هون بالهند لأنهم من الحظات الأولى لحصولي على براءة الاختراع كانوا من أوائل الداعينين فعلا التهنئة اللي حسيتها هي تهنئة قلبية فرحتني من قلبي أنه عم جد حسيت بالفخر أنه أنا سورية اليوم جدا سعيدة أنه يكون موجودة بالسفارة السورية وشكرا لهذا التكريم يلي هو يعني جدا غالي على قلبي وفعلا أنا بكبر فيه سعيدة بوجودة بين مجموعة كبيرة من زملاء السوريين يلي أثبتوا تميزهم بالهند بمجالات مختلفة بتمنى أنه هذا الإنجاز فعلا يكون نافع بداية بالدرجة الأولى لبلدنا وتم استخدامه بالشكل الصحيح بتمنى أنه يكون وفقت بإيصال سورة عن السيبة السورية إنه هي قادرة على حمل رسالة العلم والمعرفة سواء داخل سوريا أو خارجها وهيك نوع من التكريم من سفارتنا ومن الجهات الرسمية وشكرا لحبراتكم كمان لتصديق الضوء على هذا الإنجاز هو دافع لإذننا حتى نقدم المزيد لنرفع اسم سوريا بالعالم كل يوم أكيد ونحن عبنا نتشكرك ونوجع نقول قدن نحن فخورين فيك وفخورين بكل سوريا عم بيكون سفير لبلده بالخارج بكل مجال هو موجود فيه شكرا كتير إليكم ونتمنى لك التوفيق